موسيقى تشهد العلاقة الأمريكية التركية خلافات حادة بين هذين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي ناتو الخلافات تدور حول انسحاب القوات الأمريكية من سوريا ولا تعامل مع ما يحدث بعد هذا الانسحاب يبدو أن الموقف الروسي فيما يتعلق بأزمة الشمال السوري لما بعد خطة الانسحاب الأمريكي إنما يهدف لحفظ المصالح الروسية بالدرجة الأساس والفائز في هذه الجولة هو فلاديمير بوتين تلك هي أفضل عبارة توجز المحادثات التي جرت في الآوين الأخيرة بين رئيس الروسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان فبعيدا عن التصريحات الروتينية بخصوص توطيد العلاقات في مجال الأعمال والسياحة وتعزيز التجارة بين البلدين كانت القضية الحقيقية المطروحة على الطاولة هي سوريا لقد وصل أردوغان المصاب بخيبة الأمل إلى موسكو في الثالث والعشرين من يناير كانت هناك خلافات حادة بين تركيا والولايات المتحدة العضوين في حلف شمال الأطلسي الناتو هذه الخلافات تدور حول انسحاب القوات الأمريكية من سوريا والتعامل مع ما يحدث بعد هذا الانسحاب وقد علم الرئيس التركي أن بوتين له اليد العليا فيما يتعلق بالمنطقة الآمنة التي يريد إقامتها والسيطرة عليها في سوريا من ثم لعب بوتين أوراقه بعناية مناورا أردوغان وعمل من خلال ثلاث مستويات من المناقشات كانت الأرض ممهدة تماما وفي مؤتمر صحفي عقد خلال الأيام القليلة الماضية تطرق المتحدث باسم الكريملين إلى ما أحرزه الإرهابيون وعلى رأسهم جبهة النصرة من تقدم في محافظة إدلب رغم الوعود التركية والمهلة المحددة لنزع سلاح هذه الجماعات وحين التقى الرئيسان أجريا محادثات صعبة على ما يبدو بشأن هذه القضية وثمت مؤشرات على أن هناك عملية عسكرية منسقة إلى حد ما ولكن ليست مشتركة ستجري قريبا في هذا الجيب وتنتظر روسيا من تركيا أن تساعد قدر الإمكان وبدون المشاركة بقوة على الأرض في دخول قوات النظام السوري إلى المنطقة وستواجه القوات السورية الجماعة الجهادية الإرهابية الرئيسية وهي هيئة تحرير الشام التي باتت تسيطر على إدلب من الواضح أن اتفاق الرئيسين الروسي والتركي على تحقيق الاستقرار في المنطقة من خلال التنسيق الأفضل واتخاذ إجراءات إضافية بمثابة هزيمة لأردوغان وفي نظر روسيا لم يفي أردوغان بوعده مما يدفع إلى تحرك سوريا لدخول إدلب وتنفيذ المهمة أما المستوى الثاني من المحادثات فكان بخصوص المنطقة الآمنة هنا قدم بوتين على غير المتوقع بطاقة استذكار ألا وهي بروتوكول أضنة جرى توقيع هذه الاتفاقية بين تركيا وسوريا في العام 1998 وفي 2010 تطورت الاتفاقية إلى معاهدة سارية لمدة ثلاث سنوات تدعو إلى التعاون والتحرك المشترك بشأن أمن البلدين وقد تم ذلك من خلال تدابير من بينها تبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن منظمات إرهابية محددة والحديث أكثر مشاهدين حول هذا الموضوع سيدنا ورحب بضيوفي مع من برلين الأستاذ فراس قصاص رئيس حزب الحداثة والديمقراطية ومن موسكو دكتور مسلم شعيتو الخبير في الشأن الروسي ورئيس المركز الثقافي الروسي العربي ضيفاء الكرام أهلا بكم على شاشة قناة اليوم دكتور مسلم لو أبدأ من عندك مساء الخير أولا مساء الخير إليك أولا ضيفاء كل مشاهدي لك أهلا بك دكتور مسلم بعد اجتماع فلاديمير بوتين برجب طيب أردوغان شاهدنا في المؤتمر الصحفي كان واضح هناك اختلاف في الطرح وفي الرؤى فيما يتعلق بالمسألة السورية وبالتحديد موضوع شمال شرق سوريا الآن لافروف يتوسع في هذه الرؤية ويكشف المأزق التركي الحقيقي فيما يتعلق بملف إدلب وعدم التزام تركيا بكل ما طلب منها من خلال تحييد التنظيمات الإرهابية فصل الجماعات الإرهابية المصنفة على لائحات الإرهاب العالمي دكتور مسلم شعيتو نعم الموقف الروسي منذ بداية الأحداث في سوريا ومنذ بدء تعاطيه مع تركيا على أساس عنصر أساسي في هذه الأزمة إن كان سلبيا أنا كما يدعي نظام التركي بالمحاولة للمساعدة لخروج بحل معين الموقف الروسي من هذا التدخل التركي وهو على خلفية دفع تركيا للاعتراف بالسيادة السورية على كامل أراضيها وممارسة هذه السيادة على هذه الأزمة بالإضافة إلى أن اعتبار المكون الكردي مكون أساسي في المجتمع السوري وبالتالي التعاطي معه على أنه جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع وليس منظمات إرهابية كما تدعي تركيا طيب إلى أين وصلت الأمور في هذه النقطة دكتور مسلم؟ نعم إلى أين وصلت الأمور في هذه النقطة الأخيرة التي ذكرتها حضرتك موضوع بأن الاعتبار الكرد بأنه جزء أساسي من الشعب السوري ومن موضوع الحل في سوريا نعم القيادة الروسية عبر كل وسائلها الدبلوماسية والسياسية والمجموعة العسكرية الموجودة في سوريا يقيم اتصالات دائما من الكردي إن كان في المناطق الكردية في شمال شرق سوريا أو في حميميم أو في موسكو وكانت السيارة الأخيرة الرئيس أردوغان واضحة تماما بموقف روسيا من هذه المسألة حيث أن روسيا طرحت مجددا مسألة اتفاق أضنى الذي لا يسمح للنظام التركي بالتدخل في الأراضي السورية إلا بعد الاتفاق مع النظام الشرعي في سوريا إذن فتح العلاقة مع النظام في سوريا وموافقته وهذه لن تحصل إذا لم يكن هناك أي ضمانات لعدم التعرض لهذا المكون الأساسي في سوريا تحديدا في شمال شرق سوريا إذن روسيا استطاعت انتزاع بالسياسة حتى الآن ليس في الواقع الميداني من النظام التركي بدء إعادة تعاطيه مع هذه الأزمة انتواقا من الموقفين التي قلت أول الاعتراض بالسلطة الشرعية في سوريا ومن ثم اعتبار المكون الكردي مكون أساسيا وليس إرهابيا كما تدعي تركيا هذا ما خبطه القيادة الروسية مع الرئيس أردوغان في الزيارة الأخيرة نعم ضيفي من برلين وستاذ فراس مساء الخير مساء الخير كما أشار الدكتور مسلم يبدو بأن الكرد نقطة ارتكاس في رسم المعادلة في سوريا بشقيه بالسلب وبالإيجاب حول موضوع فتح قنوات اتصال بين دمشق وتركيا وعودة الأمور إلى سابق عهدها وأيضا موضوع العكس يعني موضوع تدخل التركي في سوريا موضوع الحجة موضوع إلى الذراع الكثيرة التي تتبعها السياسة التركية في تعاملها مع دول الجوار وهنا بالتحديد طرح موضوع أضنى الذي أبرم عام 1998 نعم أولا الكرد بالتأكيد هم دعني أقول بيضة القبان الرئيسية الآن في المعادلة السورية لأنهم استطاعوا كمكون وكممثل سياسي لهذا المكون أن يحتلوا مركز ثقل رئيسي في صناعة الحدث السوري في شمال سوريا ليس ذلك فقط وإنما صاغوا الحدث بمجمله في هذه المنطقة المهمة والاستراتيجية بالنسبة لسوريا وبالنسبة للأقليم وبالنسبة للمجتمع الدولي لا سيما بعد قضية داعش والحرب على داعش وخلاصاتها محصلاتها التي يتلمسها الآن المجتمع الدولي هذا من جهة من جهتي أرى قضية المنطقة الآمنة أنها جرى إحالتها إلى التفاقية في الواقع هذه الإحالة بالنسبة لي ليست لا أرىها إحالة دعني أقول تشكل ربحا لتجربة شمال سوريا ولا تشكل خسارة لأردوغان ولمخططه الحقيقة التوسع العدواني لأنها ربما كما أرىها التخريجة القانونية التي تتيح لتركيا فيما لو استمرت المعطيات والعوامل الحالية هي ذاتها أقول هي التخريجة التي تسمح لتركيا بالتدخل في المنطقة من هذا الذي يضمن إذا تدخلت تركيا وإذا اعتددت على المنطقة أن يكون اعتداؤها فقط بعرض خمس كيلومتر لا توجد ضمنات حقيقية أعتقد لهذه المسألة الحديث عن هذه النقطة نعم أتفق مع ضيفك الكريم من موسكو الحديث عن هذه النقطة أحياء اتفاقية أدنى تعطي لتركيا ما تريد ما تريد من أهداف عدوانية بشكل مؤقت الآن كما هي المعطيات تتحدث عن نفسها وأيضا تشكل اعترافا ما بالنظام القائم بسوريا لذلك روسيا تكون قد حققت كما أعتقد قد أصابت عصفورين بحجر واحد لأنها قدمت لتركيا ما تريد بعض ما تريد داني أقول من أجل الإبقاء على حالة التوتر الحاصلة بينها وبين دول الناتو وبين الولايات المتحدة الأمريكية نعم دكتور مسلم فيما طرحه الأستاذ في راس في سؤال يعني لازم الواحد يجاوب عليه بشكل شفاف جدا لو كان هناك نية حقيقية لإعادة العلاقات وكان هناك تصريحات كثيرة في هذا الصدد حول آلية فتح علاقات غير مباشرة بين أنقرة و دمشق برعاية روسية وطرح موضوع اتفاقية أضنى التي لها شروط ومتطلبات كما يقال لتنفيذ وتحقيق هذه الاتفاقية الآن مشهد إدلب في ظل كل هذه المعادلة في ظل التصريحات الصادرة من روسيا وحتى لافروف يؤكد بأن وجود النصرة ضد فاهمنا مع تركيا إذن السيناريو المرتقب لإدلب مع الأيام القادمة هل سيكون هناك صدام تركي سوري أم سيكون هناك ضامن روسي بتسليم هذه المدينة إلى دمشق والنظام يعني كما قال الوزير لفروف وشرح الموقف نعم هناك مأذق تركي بما حصل في شمال سوريا وإن كانت هي جزء من هذه العملية التي حاولت استعمالها لكنها خرجت عن نطاق السيطرة بالإضافة إلى أن تركيا لا يمكن أن تعترف بأن النصرة جبها معارضة غير إرهابية لأنها على الصعيد العالمي ومجلس الأمن والأمم المتحدة وروسيا تحديدا تعتبرها منظمة إرهابية إذن بالتالي تركيا إذا تركيا ما بتعتبرها دكتور مسلم على الأرض تركيا بالعكس عم تدعم كلها التنظيمات وبيعلم روسيا وبيعلم أمريكا وبيعلم المجتمع الدولي كل نعم نعم وبالتالي إذا كانت ستدعم بشكل غير مباشر وتقول أنها غير مسؤولة هي لا تستطيع أن تقف ضد قيام الجيش السوري الشرعي مع حلفائه بعملية ضد هذه المنظمة إذن هناك واضح تماما موازين القوى ستتغير عند هذه العملية وبالتالي روسيا كانت تطرح اتفاق أضنى لكي تلتقي مع الهواجس التركية الغير مبررة لكنها موازين القوى تفرضها حيث أن تركيا هي موجودة في هذه المناطق ولها تواجد عسكري أساسي بمباركة روسيا لا تنسل ترجع إلى أضنى مقابل أن تكون منطقة شمال أو منطقة غرب حلب إلى أدلب هي منطقة مباشرة تقوم فيها العملية العسكرية السورية بشكل لا يكون عملا عسكريا مطلقا بحيث هناك الكمية الكبيرة من السكان والمدنيين لكن أن تكون هناك تحرير لهذه المناطق بالتعاون مع التركي الذي يجب أن يتوقف طيب دكتور مسلم يعني طرحك فتح سؤال آخر في الآفاق كما يقال موضوع سيناريو خروج تركيا من سوريا اليد العليا الكل يعلم في الملف السوري الآن بات في يد الروس كيف سيكون صيغة إخراج التركي من الأراضي السورية مع العلم بأن هناك الكثير من الأمور تؤكد بأن تركيا دخلت بمباركة روسية بجواب 30 ثانية لو سمحت حتى لا أطيل على الأستاذ فراس نعم دخلت بمباركة روسية نتيجة لما كان في كل سوريا من منظمات استوعبتها تركيا على الحدود لكن الاتفاق اللاحق هو أن تتخلص منها تركيا وبالتالي عندما تتخلص هناك وعود اتصادية سياسية لمجارات بعض الهواجز التركية أستاذ فراس بالعودة إليك الكثير يؤكد بأنه قد يكون مع الأيام المقبلة مقايضة من نوع جديد يتم من خلالها أو دعنا نقول التفاوض أو المقايضة والتبادل بين منبج وإدلب ما رأيك ساس فراس يعني بتصور إذا ردت تابع ما توقفت عنه في المداخلة السابقة أود أن أقول أن المسألة الحقيقة لا يمكن أن أنظر إليها كما تحدث فقط من تلك الزاوية لأنه نعم الورقة التي حققتها تركيا بعض الأوراق الإيجابية التي حققتها تركيا في لقاء بوتين أردوغان الأخير هي مجرد ورقة إضافية في مجموعة العوامل التي يجب التعاطي معها سياسيا وفهمها بشكل دقيق من ثم الدخول في عملية مفاوضات صعبة مع أطراف متعددة وهذا ما أزعم أن القوى السياسية الممثلة للإدارة الذاتية وليتجربة شمال سوريا تقوم بها بشكل جيد واحترافي حتى الآن بالنسبة لموضوع منبج والحقيقة كل السيناريوهات لها حظوظ أعتقد معقولة في المستقبل القريب بما يخص المناطق لكن موضوع أدلب أنا أظن أميل إلى أنه أن الحسن فيه على الشاكل السابقة بات أقل احتمالا بمعنى لا أتصور أن تتم هذه المبادلة ولا أجد أن المسألة قيد المبادلة أو قد تكون قيد المبادلة بين منبج وأدلب والتفاوض حولها والاتفاق الذي جرى بين روسيا وتركيا يخضع لعوامل مختلفة ويخضع لمعطيات مختلفة وأعتقد أن مصير هذه المنطقة كان قابق أو أدنى من التحديد من قبل الروس والأتراك مع بعضهم البعض ولا أتصور أن الروس كانوا واثقين أو كانوا على يقين بأن تركيا ستنجح بضعاف أو بالقضاء على النصرة وعلى معظم الفصائل الإسلامية المتطرفة لأنها في الحقيقة ترتبط بها بعلاقات شائكة ومتشابكة للغاية ومن الصعب بمكان تغيير هذه العلاقة على نحو الإطافي الاعتبارات كثيرة الاعتبارات ميدانية والاعتبارات سياسية ولأن معظم الفصائل الموجودة في المنطقة هي فصائل إن لم تكن حليفة أو قريبة من نصرة هي تشبه النصرة بالتالي المسألة أعتقد لا يمكن مقاربته على هذا النحو لا أميل إلى سيناريو التبادل رغم أن يجب أن أؤكد أن كل السيناريوهات تبقى لها بعض الحضوض في المعادلة اللاحقة ضيف من برلين أستاذ فراس قصاص رئيس حزب الحداثة والديمقراطية شكرا لك وشكر لك أيضا ضيف من موسكو دكتور مسلم شعيتو الخبير في الشأن الروسي ورئيس المركز الثقافي الروسي العربي مشاهدين أفاصل وندخل إلى ملف حلقتنا الثاني شكرا للمشاهدة